اليوم يومي النادي الاهلي النهاردة النادي الاهلي بيعمل إنجازات بالجملة أداء وجودة وروعة في كل الألعاب النهاردة في الطائرة النادي الاهلي بطلاً لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة بعد ما كسب الترجي في تونس 3-1 أداء كان رائع جداً كان الأهلي يقدر يحسن المباراة 3-0 كمان آخر شوت أو الشوت ما قبل الأخير كان الأهلي قريب منه جداً عشان يحسن المباراة تأخر الفوز للشوت اللي بعد كده ولعيبة النادي الاهلي النهاردة كانوا رائعين كانوا رجالة شرفوا مصر شرفوا ناديهم شرفوا جماهرهم وكسبوا البطولة رقم 15 لطائرة النادي الاهلي في أفريقيا بفارق 9 بطولات كاملة 9 بطولات كاملة عن أقرب منافس ليهم أفريقياً فريق الصفاكسي التونسي النادي الاهلي النهاردة كسب الشوت الأول والتاني 25-22 والشوت التالت كسبوا الترجي 26-24 الأهلي قدر يحسن المباراة في آخر شوت الشوت الرابع بنتيجة 25-17 علشان يصالح جمهوره بعد إخفاقات محلية يقدر يكسب البطولة الأهم البطولة الأفريقية نحة التانية في مصر هنا بقى في مصر هنا النادي الأهلي يتفوق طولاً وعرضاً هذا الموسم في كرة السلة يكلل كل هذه النجاحات نجاحات بالجملة في كل البطولات الأهلي يحصد كل البطولات في كرة السلة هذا الموسم ويفوز اليوم بلقب دوري السوبر بعد ما فاز على الاتحاد السكندرية النهاردة 88-72 عشان كده الأهلي يكون كسب 3-2 في مباراة البلاي أوف أو بيست أوف 5 اللي هي خمس مباراة بين الفريقين كانوا تعدلوا 2-2 والنهاردة كان الحسم والأهلي حسم الأمر الأهلي بأداء رائع بمدرب كبير أوجستي بوش مدرب رائع اللي اختار أوجستي بوش أصلاً إنه ييجي مصر ده ما فوضي بقى ليه جايزة كبيرة من وقت ما كان في نادي الزمالك وبيعمل إنجازات عظيمة من نادي الزمالك من بعد ما راح بعد كده للنادي الأهلي بيعمل إنجازات عظيمة النادي الأهلي السنة دي خمس بطولات خمس بطولات في كرة السلة أي بطولة شارك فيها النادي الأهلي فاز بيها في كرة السلة تفوق كبير جداً بطولة دوري السوبر البطولة اللي غيبة عن النادي الأهلي من 2016 يعني احنا بنتكلم في 6 سنين الأهلي بلا بطولات في دوري السوبر اليوم يفوز النادي الأهلي بتفوق كبير على الاتحاد اللي عمل أداء رائع جدا طوال الموسم عمل أداء رائع جدا في الأربع مباريات الماضية حتى مباراة اليوم الفترة الأولى والفترة التانية كان في ندية كبيرة من الاتحاد أمام النادي الأهلي ولكن تفوق الأهلي طولا وعرضا في الفتراتين الثالثة والرابعة مليون مبروك للنادي الأهلي مليون مبروك وتحية لكل اللاعبين والأجهزة الفنية في الألعاب المختلفة أداء رائع جدا أداء مميز جدا من طائرة النادي الأهلي في تونس إلى سلة النادي الأهلي فيه القاهرة الأداء كله رائع يا فرح الجماهير النادي الأهلي يا فرح الجماهير النادي الأهلي الأهلي اللي بينافس على كأس القبوس الأفريقية الآن في كرة اليد مع نادي الزمالك الأهلي الفائز ببطولة السوبة الأفريقي أمام نادي الزمالك لكرة اليد الأهلي في كل الألعاب مميز ورائع وتبقى الهدية الكبرى لجماهير النادي الأهلي هي هدية يوم 30 مايو هدية مهمة جدا نهاي دورة أبطال أفريقيا لكرة القدم